السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله جميع وقاتكم بكل خير متابعي الكرام عدنا والعود وأحمد سوف نتكلم إن شاء الله هذه الليلة عن شخصية بارزة من مشاهير قبيلة السهول وهو الفارس والشاعر أمهدي بن بارك بن محمد والصعبي السلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وهو من رجالات الملك عبد العزيز الذين ساهموا وشاركوا مشاركة فعالة مع فرسان وشجعان هذه القبيلة مع الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله تعالى في مرحلة التأسيس والتوحيد شاعرنا وفارسنا أمهدي بن بارك من ضمن عشرة فرسان أرسلهم الملك عبد العزيز كان فارسنا من ضمن عشرة فرسان اختارهم الملك عبد العزيز من رجاله المخلصين لتنفيذ مهمة خطيرة وعاجلة في منطقة الصمان جاءت الأخبار للملك عبد العزيز رحمة الله عليه أن أحد أعدائه سوف يرد على أحد دحول الصمان ودحول الصمان هذه تعتبر موارد للبادية خلقها الله عز وجل من غير فعل بني آدم وهي مثل المشاقيق في الأرض يأتي فيها الماء ويردها البادية سواء أهل البل ولا القومان ولا المديد يرتوون منها فلما جاءت الأخبار إلى الملك عبد العزيز أن أحد أعدائه سوف يرد على هذه الموارد أمر هؤلاء الشجعان العشرة من ضمنهم هدي بن بارك ومن ضمنهم طبير بن فهد الزقعاني السري وغيرهم من شجعان الملك عبد العزيز بيأخذ ثلاثين من البل يأخذون معهم ثلاثين من البل وينحرونها ويضعونها في دحول الصمان حتى يحلون بين هذا الرجل وقومه وبين موارد الماء حتى يستطيع الملك عبد العزيز ورجاله السيطرة عليهم وهزيمتهم فقاموا بهذه المهمة على أكمل وجه ومما يدل على خطر هذه المهمة أن الملك عبد العزيز فيما يؤثر عنه أنه قال والله أني أرسلت في هذه المهمة هدي وما لم بارك إلا هو يعني لهو والده هدي وهذا يدل على أن هذه المهمة خطيرة فرحم الله أمهدي وزملائه ورحم الله الملك عبد العزيز وهؤلاء الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وعلاوة على شجاعة وفروسية أمهدي بن بارك الصعبي إلا أنه كان شائرا مجيدا ففي أحد غزواته في جيش الملك عبد العزيز في جنوب المملكة تمثل بهذه الأبيات التي ما وصلني منها إلا هالثلاثة الأبيات يقول من دون هنى سراب عاوي نديبة دردتها مولي من وجبال شيباني والله القلب ما تبرد الواهيبة يكون رسبنك من عقب نجراني واللي وراء الخبط ما جاءتني منادي واللي شمالا قصر بالعلم ما جاني وله أيضا في أحد غزواته مع الملك عبد العزيز وكان معه الفارس فهد بن دعسان على محميد السلي يقول يرفعون أصواتهم ما روعونا والفشق موجود والبندق وثيقة وله أيضا بيت من أبيات ولوصلني لهذا البيت يوم يقول يوم سد الريع بخيلن ورجلية فتحنا الطريق وجفرة الموت ناسيها وله أبيات جميلة يمتدح فيها ابن عم عرهان ابن عوض البرازي يقول فيها نعم يا عرهان في بره نديرة لا لفنه ضمر مثل الحناية من برازات مراجلهم كثيرة نعم لا لحزو حنازيب الخلايا وقصائد فارسنا كثيرة وجميلة ولكن أوردنا هذه الأبيات كنبدة تعريفية عن هذا الفارس فرحمه الله تعالى رحمة واسعة وقد توفي رحمه الله وقد جاوز المئة عام في محافظة رماح وله من الأبناء محمد مبارك رحم الله مهدي بمبارك ورحم الله الملك عبد العزيز ورجاله الأشاوس الذين شاركوا في وضع هذه اللبنات المباركة في هذا البناء الشامخ هذا الوطن العزيز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته